السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة نرحب بكم في روتين جديد في فيديو جديد قبل ما نبدأ هنشكركم بزاف على التفاعل تاعكم على التعليقات تاعكم على اللي لايك لي تخلي ولي انا دايما نقول لكم بلي تعليقاتكم تزيد فيها النص اللي لايك لي تخلي ولي تشجعني دايما باش نحط لكم فيديوهات اكتر يعني دايما كي نشوف تفاعل نحب نزيد نحط فيديوهات بساكين شوف تفاعل ناقص اكيد منشجعش بزاف بديت لكم لا فيديو حبيبتي بالقهوات عصباح دايما واحد المشتركة تقولي وريلي كيفش طيبها ولا غير حتى طيبتها اليوم ومبعد تفكرتك ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة مبرتاجي معاك اكيد اليوم ما حنجاوب على بزاف اسئيلة كنتوا طرحتوهم علي رايحا نوري لكم كيفش ننظموا عني بساح قبل هذا رايحا نديروا الفطار بما انو راه البرد اليوم قررت ندير بركوكس شوفوا البرد اليوم والوصفة بزاف بنينا تبعوا معايا للاخر احين شوفوا واحد البرد يخرج هاي شوفوا حطيت اموغسو تعلحم بقري حطيتو كيمارا ومبعد في الاخر نفتتو حطيت حبابصل غابي حطيت كميات حالتوم شتوني هذيك التوم اللي حطيتها هذيك اللي درتها معاكم حطيتها في المجمد حطيت كميات على القصبر انتو ما اذا عندكم كرافص ديبخي فيغونس تحطو كرافص احسن وحطيت طماطيش بالنسبة للطماطيم حطيت المصبرة وحطيت لا طماطف خشدي من قولكم الطماطيم تاع الحب هي اللي تعطي البنة للاطباق تاعكم يعني مهما يكون الطبق مم طيبوا بلا لحم كديروا طماطيش تاع الحبة تعطي لكم واحد لبنة هايلا بخكون تختاع العلب يعني ما هيش صحيانة ما نستعملها شبزاف صراحة انو كي نستعملها نستعملها بكميات قليلة اهم شي في البركوكس اكيد توابل ملح فلفل لكحل كوركم زنجبيل راس الحانوت فلفل عكري وفلفل حار درت كامل منهم تقريبا ملعقة صغيرة انا بلكم بركوكسي حب توابل كل مكان وفيه توابل كل مي جيبنين وتحسوه بلي يدفي هكا ويسخن سخطوه مع هاد البرد اللي رانع فيه حطيت الخضار حبيباتي انا حطيت غير الزروديا والقرعة انتو ما تقدرو تحطو اي خضار تحبوها انا كانت عندي هذي حطيتها قطعتها مكعبات صغر وورميتها كما تقدرو ترموها هكا كحبات وفي الاخر تنحوها وتميكسيها كما تحبوه المهم احطيت كميات على الحميصة قلت لكم الخضارة تحطوها هكا مع الحم في الأول رايحة ذوب يعني ما تبانش معاكم مامسي ولادكم ما يحبوش خضارة ولا ما يشوفوها شكام قليت مليح اهم حاجة في هاد البركوكس تقلو حتى تطلع الريحة شوفو حد الريحة راهي ما نحكي لكم اشتمنيت لو كان قدرت نوصل لكم الريحة كما وصلت لكم الصورة سوف نمرق سيبو تقلات بياه دائما تمرق كما نقول لكم بالماء يكون سخون مرقوا بالماء سخون هكا بش الخضارة تعكم والحم شغل تحتها فمك بنفس درجة الحرارة ما متعاوج تبرد معاكم ماما طياب يجيبنين كيتمرقوا بالماء سخون مرقت بكمية مناسبة كما كم تشوفو انا نحب نمرق على ضربة من بقاش نزيد في الماء في الاخر كنزيد الماء في الاخير نحس بلي الماكلة صمقت ما على باليش في الاول نحب نكتر ما في الاخر كامل ما نحوزش نزيد مرقتا حنغلق على الكوكوت تاعي ونخليها طيب في عقل عم هنا نخليها شوية ترفض الغليام بعد نغلق على الكوكوت بالنسبة اللي كنكون نطيب وكنكون نصور معاكم شوفو حالتي كيف اشتكون واني طلعت لكم اليوم الكاميرا وصورت لكم شو الكواليس الدنيا راه مخلطة مخلطة شوفو البوتاجي حالتو وهذا كساشي حاشاكم فيه كنت مقشرة في زرودية وكامل حطيتو اكيد احنا كنصور لكم نحاولوا دايما نصور لكم الزاوية اللي راه نقية والزاوية اللي راه تبان مليحة نعطي لكم صورة مليحة بسح خلف الكواليس اكيد كايم بزف بزف اشياء هذي حاجة لازم كامل تعرفوها وحنا كامل اليوتيوبوز هكذا يعني ممسي لكم نصوروا وطوفوا هاد المنطقة مثلا شوفو كي نصور لكم هاكا تبان لكم الدنيا كاملة يتشعل مينو مرا يرا هي الخردة الكاريطة نغلق عليها نخليها الطيب ونروح نخس المعنى هنا بعد ما فاتت واحد 20 مينوت لابلكم هاد الكوكوتي طيب وفي وقت قصير 20 مينوت كان البقري تاعي طاب حليت عليها ورايحة نرمي دياركتو من البركوكس انا زيت الحار بس كنحب البركوكس يجي فغيمو حار هذا البركوكس تاعي كي ما ديما نبرتاجي معاكم انا نحطوه في المس سخون لا نفوروش ما يغلي تحطوه وتخلوه تخلوه ينتفخ بيان كي يجو حين ترموه تصفي وهم مليح من المتاو وشوفو يجي على حبا ويجي هاي الخير ما تبقى وتفورو وتضيعو في الوقت تاكم ويطيب الخف يعني كي تنفخ مليح رايح ثمتم يشرب العساس شوفو هنا بعد ما نقيت الدنيا يعني لابلكم كان البركوكسي طيب انا كنت نخس المعنى نقيت الدنيتين نقيت اللي بلون دي تخافاي هنا ولد الدنيا تشعل مي اليوتيوبز كاملة مكاش لي اكيد تصور لكم كلش مكاش لي تبرتاجي معاكم كلش مي ديرو في بلكم بلي كي من توما السويسوى يعني تتخلط الدنيا ننظموها تتوسخ نقيوها وهدي هي الحياة هنا غلقت عليه بلما نغلق الاكوكوت غير رجعت اللقطة وخليت البركوكسي يتجمر بيان يطيب مليح حنا نحبوه شوية خفيف من حبوه شناشف بزاف خليتوه شوية خفيف وعبلكم كتفو عليها حيزيدي شرب هنا احطيت لكم هاد الطاجين يعني كصاحن تقديم شوفوا الشكل تاعو شوفوا اللون تاعو بهادو كليزي بيس اللي حطينا الكركم مع الفلفل العكري والطماطش يمدوا هاد الذوق ممتاز للاطباق اطباق الشتوية هذي اللي جي حمره وحاره الله 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 وحد الرشاة على القصبر من فوق والبركوكسي يراه واجد اهنا راه سخون هاد ذوي انطفيت عليه ضقوا تلكم كيبرد شوية حيزيدي ينشف شوية على هكا ما ميجيش في غيمو ناشف احنا نحبوه كيما قلتلكم خفيف وانتو ما بينسوق ديرو كيما تحبوه ناشف تزيدو تخله يطبخ شوية شاهدكم في الجنة شوفو الشكل تعوجة حايل سمحولي يعني اي وحدة شاهدها نقول لك حبيبتي شاهدك في الجنة وهذا هو وقتو يعني شطال برد نديرو البروفيتي ونديرو هاد الاطباق الشتوية الحارة اللي جي فغيمو بزاف بنينه وهنا بعد البركوكس راحنا الفقرة واحد اخرى على بالي كامل تحبوها اللي هي المشتريات شوفو في عجالة نوري لكم المشتريات اللي كنت شريتها اول حاجة شريت هاد الكغاف اللي بزاف عجبسني سجاج تحخشين اهم حاجة انه سجاج تحخشين نوع صوليد مشي من هادك الرقيق بزاف اللي يتكسر يعني ثمثم ليسونسيال شريتها ثمانين الف شريت هاد الكيسان ثاني شريت منهم غير ربعة مسكور كانوا شوية غاليين شوفونس خلصتهم خمستاشنا الف للواحد هاد المشتريات شريتهم من سدراتا وولاية سوق احراس متسقسونيش على الحانوت اكزاكت بس كما نعرفش نزل ما نعرفش ملاح البلايس عبلكم اني جديدة هنا في الولاية بصح عندهم في صدراتا عندهم بزاف محلات يبيعوا ومعن بزاف هايلي شريت هاد البورتمان جيتع السجاج عندي واحدة وزيت لها دوزيام هادو يعجبوني بزاف كي تقعد لي الماكلة ولانا نحطهم فيهم في الثلاجة عباكم سجاج صحي بزاف وخير اكيد متاع البلاستيك شريت هاد لي ميني ميني سكرية سكرية صغار هكا زين شابين دوك شوفوهم معايا نفتحهم شوفوهم معايا شوفو كين هاد الموديل في الكبير وهاد الخطراء لقيتهم صغار عجبوني بزاف عجبوني بزاف شوفو شريت منهم ثلاثة ديمي للوحدة ممثمن تحهم يعني مناسب هكا تحطوهم معا فطر صباح تحطو لي كونفيتور الداخل ولا شوكولة تختيني ولا ماما لي حبها كازيت سيتون صباح يعني الشكل تحهم بزاف شباب واخر حاجة شريت هاد العلب الزجاجية اليوم غير سجاجة بارتاجيت معاكم اكو تشوفو بلا منفق شوفو شريت غير سجاج هاد العلب الزجاجية الي الدولي عقلي هادو تقدروا تحطو فيهم هكا لي بيسكوية ولا يجو بزاف شابين ولا لي بونبون شريت منهم ثلاثة الكبيرة وصغيرة والمتوسطة بدوس عميل 200000 هادو ثلاثة بصح لبنت سجاج تحم بزاف 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 رقيق يعني كما قال يا راجلي هادو شوفي فيهم برك يتكسروا يعني بزاف خاجيل مانيش حابة بكتبعوا معايا تشوفو لسانسيال مانيش حابة نشكي لكم بزاف هنا راني نخسل فيهم ولا غير حاولت نخسلهم هكا بالطبع غير بالعقل هناني نسرح في الفيديو بصح انا خسلتهم هكا كشغل هني هكا بزاف حافظت عليهم بصح هما تلمون رققوا كشغل قشارات عالبيض شوفو قشارات عالبيض هكاك هكوا تشوفو زوج برك الكبير تكسروي تكسرلي ليسانسيال قاعدو غير هاد الزوج فيهم باراكة المهم خليونا منو غابني شويا ما يسايبوا هون تكسر تكسر الشر كنت وعدت لكم التنظيم كي نشري منظيمات لازم ندخل فيه معاً قبل ما نشري منظيمات ما عليش نوري لكم بلا منظيمات ومبعد سهل البنت اللي سقسوني على هاد السلة هاد السلة ندير فيها الخبز شيتها مقليعة في طريق تزاير كيف يبيعون الوزي كيف يبيعون الوزي كيف يبيعون الوزي كيف يبيعون الوزي شرية هاد السلة وكيف يجو عراض الحوايج تقدروا فيهم حوايج مسخين ولا حوايج ممنقيين كما تحبوا تقدروا تحطوها في صالدوبة المهم الشكل تحشبه بشيتها وقل ٢٨٨٠ ونسبة للبايوت ترتيبه شوفوا البابل اللولانية هنا ما زال ما فرشت له لازم نشري له هاد السلة اللي تفرش من تحته ونقيس نقطع ونضع فوقه لابد لكم الاندف هنا الفقه في البابل اللولانية حطيت الكيسان تعديما وليشربه فيهم يوميا وكاين اللي راهم تخسلو ما زال ما حطيتهم مش هذي بالنسبة للباب اللولانية هنا بلا منظمات نضكي نحط منظمات ولي نحط منظم ندير ملتحت ونزيد نحط فوق المنظم بلا منظمات بلا منظمات بلا منظمات بلا منظمات بلا منظمات تحديد ومسبوغين بالبيض تحطوهم وتزيدوا فوقهم بلا منظمات هنا ملقيتهم مش في سوق هراس اللي عندها فكرة وين نلقاها ما ببخي تقول لي سينو كي نروح لتزاير نشري إن شاء الله نشري ونبرتجي معكم التنظيم بالمنظمات يكون أحسن الحاجة اللي نظمتها هنا نقدر نزيد فيها الدوبل يعني يترفض لي كثر بالمنظمات الباب دوزيام حطيت فيها هنا العشواغ هدث صغيرة حطيت فيها الباطر البغاميكسر يعني حطيت فيها الحاجة هكتها الكهربائية والتحت حطيت بعض الأشياء هكتها اللي تفطر صباح والخصاب الحلويات يعني ما زل ماهوش تنظيم نهائي الليسانسيال حبيت نبرتاجي معاكم كما وعدتكم والباب لاتخوازيام الأخيرة حطيت فيها كما كم تشوفوا البقوليات عندي هاد شوفوا هاد البواق هادو الكبار ولا هاد العلب هادو الصح صوليد يعني سجاجتهم مش رقيق رقيق شوية مي صوليد يعني نخسلهم نمسحهم الجامي متشقوا متكسروش هادو ثلاثة راهم عندي هايلين ليسانسيال هنا حطيت البقوليات كما كم تشوفوا مازال نزيد نشر علب زجاجية ونزيد ننظمهم ومن تحت حطيت قدور تكتاجين لنطيب فيه يوميا لنربي فيها ووالا يعني الأشياء اللي نستخدمها بالنسبة لتيغواغ حبيباتي أنا ندمت صراحة كما قلت لهش داللي غير زوج في هاد الموبل اللولاني حطيت فيه هاد المنظم البلو كان عندي هاد المنظم حطيت فيه المغارف الفراشة المواسية يعني الأشياء اللي نستعملهم يوميا وبالنسبة لدوزيام تيغواغ حطيت فيه طراشن طراشن على بلكم نستعملهم بزاف في المطبخ حتى يقعدوا عندي وحطيت هاد الطراشن نظمتهم في هاد السلة بلون الأبيض هاد السلة ثانية كانت عندي مشريت هاش جديدة وبروفيتيت حطيت ثانية هنا الحلال حطيت حطيت هاد لغامكا اللي نحتاجهم بزاف في التصوير هادو الصغار هادو الأشياء اللي نستعملهم يوميا في التصوير نحبهم يكونوا عندي يدي كيما هاد التصغير تالي ميزيغ حطيت فيه الأشياء اللي نحتاجها يوميا هذا بالنسبة لدوزيام تيغواغ وبالنسبة لفوق هاد المبل حاولت نحب حاجة خفيفة يعني ما نشارجيهش بزاف مام اللي مبلتع الامديف حاولوا مت متثقلوش عليهم بزاف يعني مديرهم مش حاجة ثقيلة مامسي رجليها راهم صوليد رجليها مخدمين بلؤاتخ حاولوا دايما بشي يشدلكم مدة طويلة وتحافظوا عليه حاولوا متثقلوش بزاف بزاف هنا حطيت الورق ورق الطبخ اللي نستعملوه في المطبخ ورق المطبخ حطيت البقراجة على الحليب يعني الاشياء اللي نستعملوهم هكا يوميا سكرية وهاد الزجعو لبليق عدوليق وتلكم واحدة تكسرت بم بحرق ليها اللولا حطيت فيها هذا الرقائق ليكلوهم ولادي صباح مع الحليب والدوزيام حطيت فيها هاد الو بيسكويت هاد الو بيسكويت بزاف يعجبني ببنين انو يعني سلكنا كي ما يكون عدنا والو في الدارة يعني مع الحليب ولا مع القهوة يجي هايل بزاف بنين فالا حطيتو في هاد العلوة وجي الشكل تاعو شباب كي ما كنتم تشفوه هي لو كان جو ثلاثة اكيد رايح يجي الشكل تهم احسن مايبون معلش زوجتاني جو شبين نحب نحط تاني دايما قرعه ما وكاس حكا بش ولادي كيعة شو يعني يلقوا الماء عندي يدهم سوخته هنا يعني الماء تالعين مشيت على الشريب يعني مش يمليح الشريب دايما نحب نحط الماء على اليد وحطيت هادك الطاجين تاع الفخار لي نطيب فيه بزاف ونستعمله للتقديم ماذا بيا دايما يكون عندي هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله يكون عجبكم قولولي اعطيولي رايكم اعطيولي اقتراحاتكم ونقولكم حبيباتي في الاخير نحبكم بزاف طالولي فروحكم واسنوني في فيديو مقبل سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته